سريعا لموجز لهم الأنباء بصعوبة زملة منامية حمدين شكرا مصطفى التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جريناتش موجز والأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية وبالتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال وتذليل كافة التحديات التي تواجههم بهدفي دعم القطاع الصناعات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كما أوجه الرئيس السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بتعزيز نشاط المجمعات الصناعية للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الانتاجية وأوجه الرئيس السيسي أيضا بتذليل أي تعقبات قد تواجه شباب المتثمرين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذنا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بدأ وفد طبي مصري بإجراء عمليات كبرى ونوعية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبية ويستمر عمل الوفد الطبي لمدة عشرة أيام لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفى غزة فضلا عن مساعدة التواقم الطبية الفلسطينية وتقديم كافة الخدمات الطبية لسكان القطاع يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطن القطاع وفي ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير مسارات التعليم الفني والتقنية والتدريب المهني يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي مشيرا إلى حرص الحكومة على استكمال جوانب التطوير وفق معايير الجودة العالمية من خلال الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص وخلال اجتماع له استعرض مدبولي خطة النهوض بالتعليم الفني والحرفي والتوسع في المؤسسات التي تقدمه بمستوى متميز حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زلناسكي قواته على أخذ مزيد من الأسرة من الجنود الروس قائلا إن ذلك سيسهل إطلاق صراح الجنود المحتجزين لدى روسيا جاءت تصريحات زلناسكي بعد ساعات من تنفيذ الجانبين أكبر عمليات تبادل الأسرة حتى الآن التبادل 218 محتجزا من بينهم 180 ساعة قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إن القصف الروسي قطع الكهرباء مرة أخرى عن إحدى محطات الطاقة النووية بمنطقة دينيبرو وحسب ما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شامجال فإن ضربات روسية استهدفت منشآت حيوية في ثلاث مناطق أوكرانية منها العاصمة كييف مما أدى إلى انقطاع الطيار الكهربية في مئات البلدات تستعد فرنسا اليوم لإدراب عام خصوصا في قطاع النقل والوظائف العامة يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات في باريس ضد غلاء المعيشة على خلفية نقص المحروقات هذا وقد أكد وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير ضرورة تحرير مستودعة الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليست راس عن أسافها لأخطاء ارتكبتها في الملف الاقتصادية وأكدت راس تمسكها بمنصبها لما فيه مصلحة العامة تأتي تصريحات راس بعد مرور ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة البريطانية والتراجع عن خطتها لتحقيق النمو الاقتصادي عبر خفض الضرائب وذلك بعدما تسبب الإعلان عنها باضطرابات في الأسواق فضلا عن انقسام كبير في حزب المحافظين إلى جانب انتقادات حادة من الأحباب المعارضة طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش بأنه بإنهاء المعارك في منطقة تيجراي بإتيوبيا قائلا إن الوضع يخرج عن السيطرة ودعا جوتريش إلى الانسحاب الفوري للقوات الإيرترية من الصراع مشيرا إلى أن العنف والدمار بلغ مستويات مقلقة للغاية وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة نهاية موجز التساع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل